عقد مجلس ادارة البنك المركزي اجتماعا استثنائيا لمناقشة طورات الحالة الاقتصادية واسواق صرف العمرات الاجنبية مقابل العملة الوطنية وطلب مجلس ادارة البنك كل من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي بما في ذلك اعادة تعبئة الموارد العامة للدولة وتخطيط انفاقها واقتصار الانفاق على ما يتوفر من موارد وتمويل غير تضخمي واتهم البنك المركزي في اجتماعه ميليشيات الحوثي بالوقوف خلف الحرب الاقتصادية الحاصلة